ما جرى في مجمع الشفاء؟ كيف يمكن توثيق هذه الجريمة لتقديمها إلى المحاكم الدولية؟ هاي من أكبر الجرائم التي حدثت في الإقليم وفي العالم ربما منذ أكثر من نصف بر لم يحدث؟ المنظر حرق حرق للحرق يعني المكان مش مكان أطلاق نار تتحدث مكان أطلاق نار تصاب البناية تصاب بيدخل رصاص بيدخل الأجهزة اللي في الداخل لكن حرق يعني أنه أنت مصر على اللاية وبعد هيك بيسم ترميمه الجهاز اللي أطلق عليه نار وغير كفاءته خرجت على الخدمة بينشاله بنحط جهاز غيره الأبنية الرصاص اللي وصل الأبنية بيترمم بعود المستشفى العمل لكن عندما تحرق الأرض والبلاط والثقوف والجدران والأجهزة ما بعدش صالح للعمل هذا فعل متعمد متعمد اعتداء على مؤسسة صحية بهدف إبادتها هذا يوثق لماذا تتأخر المؤسسات الدولية في توثيق هذه الجرائم؟ هو غير مسموح لأحد أن يدخل أولاً ألا الفلسطينيين طرف اعتبروهم غير موثوق المؤسسة الدولية بتبعت محققيها لهذا الموضوع هذا سيكون يوماً ما عندما تنتهي الحرب ستدخل على المؤسسات الدولية أن تذهب وعلى الفلسطينيون أن يبقوا كل شيء كما هو في أماكن الجرائم يبقوا كل شيء طبعاً باستثناء بتسمع أنت حدث أنه بصير تنقيب على الجثث يعني مش بس الجثث ما الهدف يعني الذي يقوم ب وتحول الجثث لماذا لا يحترم الاحتلال الإسرائيلي حتى الأموات؟ في عنجهية في عنجهية مش بس بدو يعني إذا قلنا بدو يخفي الجريمة لا هو بتصرف برعونة أكبر من ذلك بيرتكب الجرائم على عين كل العالم ما عندش مخايف أنه يخفيها خوف حدا يمسكه لا لا يعني مش مقنع أنه هو يريد يخفاء الجريمة اللي بيعمله بالبث الحي والمباشر واحد بيقول أنه هذا واحد لا يرى العالم نهائياً يعني مستخف بالعالم ومستسخف العالم كله وفي عنجهية أنه تمشي الجرافة وفيه لا احترام للإنسانية والأدمية ويتعامل مع الفلسطينية زي ما قال الدكتور عباس أنه انتقام أنه تمشي الجرافة وبتمشي الدبابة وفيه بشر موجودين أحياء أموات مش مشكلة كبيرة وبالتالي تقوم الجرافة بتجرب رمل مع أحجار مع بشر ما عنده مشكلة هذا العقل الذي يرى الآخر أنه شيء لا يستحق الحياة أصلاً اللافت والمؤلم أن هذا يجري أمام صمت عربي هذا الصمت الرهيب إلى متى سيستمر إذا لم يتحركوا أمام مثل هذه الجرائم المشينة فمتى سيتحرك؟ والآن شوف الأمريكان كانوا بحاولوا بأي شكل يعملوا هدنة في رمضان لماذا في رمضان؟ لأن الأمة العربية والأمة الإسلامية يعني سيكون رمضان صعب وبالتالي خوفاً من توسط وما صار شيء بالعكس هناك ضبط للمساجد وهناك في بعض الدول منع أصلاً للدعاء حتى الدعاء أصبح ممنوع تدعو لكن لا تدعو لغزة أنا كتبت مقال لا أدري لمن يدعو أنا كتبت مقال وطالبت ساخراً ببايدن بإقالة مستشاره اللي قال له أنه العرب والمسلمين رح يتحركوا في رمضان وخلاه يندفع باتجاه أنه بده تهدئة لأنه رمضان وقلت أنه هذا مستشار فاشل واضح أنه لا أعرف شو يعني مسلمين ولا أعرف شو يعني عرب ولأ من لم يتحرك طوال خمسة أشهر قبل رمضان لن يتحرك في رمضان من لم يتحرك خلال الأشهر للأسابيع الماضية لن يتحرك أنا أظن أنه لا خلص انتهى هذه غزة منطقة كأنه تأمر عليها الجميع الكرة الأرضية غزة اللي عامل مشاكل للجميع وغزة اللي من سنوات الإسرائيلي أولهم إسرائيلي افترض أنه أنهى القضية الفلسطينية عادت أنتجت الفصائل وانتجت ثورة وانتجت الفتح وانتجت حماس بمعنى أنها صدعت رؤوس الجميع خربت مصالح الجميع قطعت الطريق على كثير من المشاريع وبالتالي هذه غزة كأنه هناك رغبة رغبة بعض العرب لا يستطيعون ومش قادرين كمان بعضهم يريدون أن بعضهم لديهم مشكلة مع حركة حماس في مشكلة مع حركة حماس هل عندهم مشكلة مع الشعب الفلسطين؟ يبرر أنه هذا سيكلف سيكلف البعض بلا حول ولا قوة لا يستطيع وإذا الرئيس الأمريكي نفسه مش قادر يبقى والبعض بلا ضمير تسلوغ تسلوغ تتحمق شكرا